أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش مبارح أعلنت قائمة منتخب مصر الأول اللي هتخوض مواجهتين وديتين الأولى أمام النيجر والثانية أمام منتخب ليبيريا ضمن استعدادات منتخبنا الوطني وتأقلم اللاعبين مع المدرب الجديد مستر روي بيتوريا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2024 في كوديبوار في يناير تحديدا في الوقت اللي على مستوى توقف الكرة والحيانة ده بيكون موضوع ممل أو التأقلم عليه بيكون شوية صعب لحد ما تبدأ تحس أن ما فيش دوري انجليزي ما فيش دوري ألمانيا فيش دوري إيطالي ما فيش دوري إسباني فيش حتى دوري مصري كده كده لأن الدوري المصري لسه خلصان قريب فالكرة المصرية متوقفة شوية لكن تدريجيا بتبدأ تفهم بقى أن الدنيا منتخبات ومين بيستعد لكاس العالم ومين بيلعب دوري أمم أوروبية ومين بيستعد لماتشات تخص بطولات سواء قرية أو غيرها فمنتخبنا الوطن هيلعب من أجل استعداد لتصفيات أمم أفريقيا بإذن الله القائمة كانت قد أعلنت بالأمس بـ 27 لاعبا وكان التساؤل منطقي جدا بغياب محمد عواد حارس مرمى الزمالك اللي تقلق كثيرا منذ منتصف هذا الموسم وكان من أهم أسباب تتويج الزمالك بلقب الدوري ومن قبله لقب كأس مصر كانت الأخبار ومنها نحن قد قلنا أن هناك تنصيق تم ما بين المديرين الفنيين البرتغاليين سواء لمنتخب مصر أو لنادي الزمالك حوله استبعاد محمد عواد بالنظر لأهمية مباراة العودة وبالنظر لعدم وجود بدائل لمحمد عواد في نادي الزمالك قبل مباراة العودة أمام آلكتالتشادي لكن محمد عواد كتب النهاردة تغريدة وهو مستاء من الاستبعاد بعدما تأكد بحسب مقال من مستر فريرا مدربه أنه ما كانش فيه أي تنصيق والموضوع بره عني تغريدة محمد عواد حارس مرمى الزمالك كانت كالتالي للتوضيح اتفجأت بعد إعلان القيمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا باستبعاد دي وأسبابه أن هناك اتفاقا بين المنتخب ومستر فريرا وهذا عارن تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما وهذا الأمر أحزنني كثيرا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر طيب محمد عواد زيه زي أي لعيب في العالم مش بس في مصر بيبقى من ضمن أهم أولوياته أو من أهم أهدافه كترجة أنه ينضم لمنتخب مصر محمد عواد بقى له كتير أو يما رحش منتخب مصر لكنه عادة للمشاركة مع الزمالك بل وتقلق مع الزمالك فكان بكل تأكيد منتظر ولا أعتقد أنه في خلاف على أهمية محمد عواد الفنية أو على أنه أحد أفضل حراس مرمى منتخب مصر أو الكرة المصرية في خلال الأشهر الماضية مش حد بيختلف على كده لكن ده هي ودينا للرؤية الفنية هل فيتوريا شايف أن محمد عواد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر دلوقتي؟ لما عادت حاول أحللها أكيد محمد عواد يستحق الانضمام لمنتخب مصر بللي قدمه لكن هل أساسا وجود محمد الشناوي أحمد الشناوي هيستدعي حارسا ثالثا في نفس المرحلة العمرية اللي هو محمد عواد الإجابة لأ لأن انت بتبقى محتاجة اثنين كبار وواحد ثالث فبتبني بيد المستقبل بالنظر كمان لأن بيتوريا جاي بأربع سنوات فغرضه هو أنه يشغل الدنيا في الحاضر والمستقبل لكن من الناحية الفنية أكيد عواد إضافة للمنتخب الوطني وأكيد عواد استدعاءه أمر جيد ومهم وبالتالي يبدو أن الأمر الطبيعي جدا هو أن مباراة الزمالك مع آلكت ألتشادي هي السبب وراء غياب محمد عواد عن قائمة منتخب مصر ده اللي يبدو وده اللي حتى قاله لنا مصدر في اتحاد الكرة ومن الجهاز الفني من منتخب مصر لما سألنا النهاردة قال لنا إحنا سواء كان فيه تنصيق أو مفيش تنصيق إحنا بندرس الأمور عندنا محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي وبالتالي حارس هيدعم فريقه وإحنا عندنا مواجهتين وديتين هيدعم فريقه وهو ما عندوش بدائل في فريقه في الزمالك على مستوى الحراس الكبار أو أصحاب الخبرات فكان الأمر طبيعي أن إحنا ما نستدعيش محمد عواد لأنه بدائل محمد عواد في الزمالك هو محمد نديم والسيد عطية حارسي المرمى الشباب للفريق الأبيض تعالوا مع بعض كده نعمل جولة ونشوف فيها الرأي الفني في خروج محمد عواد من القائمة وكيف هو المفروض يتعامل مع الموقف ده بالنظر لتغريداته اللي كتبها النهاردة